متحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبيا السيد دين مفتي في بيانه الأسبوعي أن الرئيس الكيني أجرى محادثات مع رئيس الوزراء دكتر أبي أحمد حول علاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وشهد كينياتها أيضا حضور مراسم إسدار رقصة اتصالات لشركة سافاريكم الكينية التي فازت برقصة تشغيل اتصال الحاتف المحمول في إثيوبيا ضمن مجموعات Global Partnership وقال السفير إن ذلك سيعزز علاقة بين القطاعات ويزيد من الانتاجية وسيحقق النمو الاقتصادي وإن هذا سيؤدي إلى النمو كبير في إلكترونيات والتعليم والسيحة والزراعة ومن المتوقع أن تخلق 1.5 مليون فرصة العمل في السنوات العشر القادمة وتقدر قيمتها بنحو 8.5 مليون دولار وأفاد دينا أن وزير الدولة لشؤون الخارجية الإثيوبي سعادة السفير ردوان حسين التكى السفير رشال أوماؤو وزيرة الخارجية جمهورية كينيا لبحث علاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وأشاد السفير ردوان بالعلاقة الأخوية الطويلة الأمر بين البلدين وشدد على ضرورة تعميق العلاقة وقال أيضا إن هذا الأسبوع أطلع فيه السفراء بكيادة نائب الرئيس الوزراء دمك مكونن على الوضع الحالي وقال في بيان إن العمل منجز في منطقة تغري تم لتوضيح المعلومات غير دقيقة وإلى الجانب أخرى إنشاء مراكز للخدمات الصحية المتنقلة قال الوزير إن 46.5% من المراكز الصحية في الإقليم تعمل حتى الآن ووفرت حكومة البذور والمعدات والزراعية للمزارعين حيث تم تجهيز 7% من الأراضي للزراعة بمشاركة 1.2.2 مليون مزارع في الإقليم وإن جيس والنظام العدالة الفيدرالي والإقليم يعملان جنبا إلى جنب حيث تم تقديم 6 جنديا مشتبها بهم إلى العدالة قدم سعادة السفير فوق العدى والمفوض لجمهورية الإثيوبية الفيدرالية الديمقراطية ملاك لقاسة أوراك اعتماده لرئيس جمهورية سينغال فخامت الرئيس ماكيسال ومن جانبه أشار الرئيس ماكيسال إلى أهمية حل قضايا صد النهضة من خلال الحوار والتفاوض كما اقترح الرئيس على دول الثلاث اختدام التجربة منزمة التنمية حوض النهر السينغال التي تضم غينيا ومالي وموريتيانيا وسينغال وإنشاء إدارة التعونية تخدم الأهداف المشتركة للسينغال الدول المشاطئة وأخيرا أعرب السفير ملاك لقاسة لرئيس أن استعداده للعمل الجاد من أجل التعميق العلاقة التاريخية بين البلدين شكيكين وفي بيان السفير أيضا قال التقى سعادة السفير مليون سامويل مع مسؤولون وعجرى مناقشات مع العديد من المسؤولين لدى جمهورية استونيا وتقديم أوراق اعتماده كسفير إثيوبيا لدى جمهورية استونيا وأعرب المسؤولون الإستونيون عن رقبتهم في تعزيز العلاقة الثنائية والعمل بشكل وثيق مع إثيوبيا في القضايا الإقليمية في ضوء موقف إثيوبيا الحالي كعوض غير دائم في مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة والتقى السفير الإثيوبي لدى جمهورية الجبوتي السفير برهانوس أكي بوزيرة الخارجية الجبوتي السيد محمود علي إسوف وأكد وزير خلال نقاش أن حكومته تولى أهمية أكبر لعلاقاتها مع إثيوبيا وأضاف وزير الخارجية محمود أن إثيوبيا وجبوتي تربطهما علاقة قوية تشكل مثالا لدول الجوار الأخرى وأكد وزير محمود استعداد حكومته لارتقاب علاقات إلى درجة العالية وثابع السفير أن سفارة الإثيوبيا في كنادا بالتعاون مع التحالف من أجل سد النهضة الإثيوبي في كنادا والتي جمعت 300 ألف دولار حتى الآن